موسيقى 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 قبل أي حاجة هنتفق على حاجتين مهمين جدا الحمل ست الحامل هل المناعة بتاعتها قوية ولا ضعيفة يعني معنى أن هي في الطبيعي أنا كانت في الطبيعي قوية ولا ضعيفة مناعتها ضعيفة ضعيفة طبعا بوجود الجنين هي ضعيفة طبعا بوجود الحمل الحمل يعني الحمل جنين يا دكتور الحمل كله يعني المناعة بتاعت الست سيد الحمل بتبقى أضعف من مثيلاتها اللي مش حامل يبقى دي أول حاجة نتفق إيه عليه تاني حاجة في عندنا في الطب حاجة اسمها معاها يعني الست الحامل عندها قابلية للتغلط في الدم ودي حكمة ربنا عملها للست عشان دي هتولد ولما هتولد احنا عايزين الدم اللي بينزل منها ونزيف ده يقف فبيعمل نوع من التغلط وانقباض للرحم عشان النزيف ده ما يحصلش ويبقى احنا نتفقين على حاجتين ان الاميونيتي بتاعتها قليلة انها عندها هيبر كيواجيرابلت المناعة قليلة ومعرضة أكتر للجلطات والكورونا بيعمل ايه كده كده أصلا الكورونا بيعمل جلطات نحن لسا متكلمين في الموضوع برافو عليك وفي كل مكان يعني دلوقتي كان الأول مفهومنا رئة بس دلوقتي رئة معدة في الرجل في القلب في أي مكان في أي مكان وساعات كمان دلوقتي يجي يعني السورة الجديدة اللي بيعمل بيها كورونا ان مش لازم يجي بكحة بسخنية لا ممكن يجي بجلطة على طول جلطة على طول طب ما استعدلوش يعني ما خدش مثلا يعني اللي هو مش عايزة يقول اسم الدواء حتة مسيلات الدم مسيلات الدم قالوا لأطفال يعني مش هيقصر لا يعني اللي أبحث قالت ان هو لها بيقدم ولا بيأخر أوكي خلاص طيب الست الحامل ازاي نحافظ عليها في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي عشان ما يجي لها شكرون أول حاجة أول حاجة أرفع مناعتها طب قبل أول حاجة ايه بقى من هقول لك عشان نحن أخذ نحن أخذ نحن بسرعة قد نحن بسرعة دي دلوقتي فيه جلطات فأنت بتقول احنا ممكن الزهور الفيروس ما يجليش ولا بقوحها ولا كلام ده بيجي على طول جلطة أوكي ممكن فيه ناس بتحملش الموضوع ده ولا قدر الله وتموت مش عامل حساب طب ازاي لو أنا أخذت سيولة تحصل لي جلطة الأبحاث برضو الجديدة قالت إن أنا أخذ دوة سيولة كده للوقاية ما بيختلفش كتير لا هيساعدني على إني أنا ما يجليش كورونا ولا هيساعدني لو جالي كورونا ما يجحسنش جلطات أوه يعني حاجة بتاعة ربنا بقى لا هي طبعا كل حاجة بتاعة ربنا بس بس أنا جاي النهاردة وعايز أقول كلمة مهمة جدا أي واحد اللي هي تيك هوم ميسيج زي ما احنا بنقولها كده في المؤتمرات وفي العباسفر تيك هوم ميسيج يعني وأنا ماشي مروح البيت إيه الرسالة اللي أخذها من الموضوع ده أوكي تمام المناعة الوقاية والمحافظة والتباعد عارفة فيه بحث تعمل إن لبس المسك بس يعني لو أنا وإنتي لبسنا ماسكات إن إحنا حد فينا يتعدي لو حد فينا عنده كورونا بنسبة 95% مش هحصل عليه أوكي ده لو إحنا في مكان مفتوح ولا مكان مغلق ما برضو بتفرق أكيد على حسب يعني برضو المكان المغلق التكيفيات الكلام ده كله بيزود شوي بيزود شوي طم من تاني بصراح تمام يعني أنا قاعدة هزة ربنا هو الحافظ ربنا يستر طيب نروح بقى للي قد حك أول حاجة قلتها إيه إن إحنا نحافظ على نخلي المناعة بتاعت السيدة الحامل بالزبط إزاي 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 أبل أي حاجة أبل أي حاجة أخدها أبل أي حاجة أكلها الحالة النفسية ستة حالة جزها ما يزعلها شما أنا جزها أول كده شما أنا جزها يعني أختها ما زعلها أنا شايفة إن لو واحدة متجوزة يعني ما حدش هيأثر عليها في الزعل زي جزها لأن هو بيبقى أهم حاجة في حياتها يعني مش قوي مش كل الجواز مش كل الجواز مش كل الأزواج يعني الحالة النفسية بتاعتها مهمة جدا يأول حاجة حاجة تانية الإكثار من أكل الحاجات الطازقة وبالذات الفواكه والخضروات بترفع المناعة جميل جدا تمام حال تاني حاجة أنا كده تلت حاجة بقى تلت حاجة تلت حاجة الست كده كده بعد مضي أول ثلاث شهور زي ما قولنا في الحالات اللي فاتت بنديها إيه فيتامينز وكاليسيام ومانيرلز حال مهمة جدا أنها تاخدها إحنا دلوقتي التانية نعدل في أدويتنا إن إحنا نديها المطلوب عشان الوقاية من الكورونا آه تمام يبقى نرفع منعتنا بالأكل الصحي حالة النفسية بالأدوية اللي هي الفيتامينات ومكاملات الغذائية أوكي بالرياضة بس الرياضة ما تزيش تلعب بكر ما ماشي ما تقعدش تدرى في جوزها حلوة دي حلوة دي ها انت رديت على طول ماشي بأي نجلة كده لازم ترد أوكي خلاص يعني أحلى رياضة ربنا خلق هنا وقالنا نعملها هي ايه ماشي الماشي يعني مش لشان أنت حامل تعودي مكانك وتقولي أنا أصل بيبي هيتمشي هيتحربك هيحصل له هاك بالضبط هيتحربك في الخضر كل ده بيرفع إيه المناعة أنا مش هلت تحبس طب ما هي كده برضو ما وحنا كده برضو بس ما تمشي هعمل إيه هتتمشى ما أنا لسه أقول بس أنا عارف أنت هتتقالي السؤال ده الماسك لازم يقومها البوص سهل أوه؟ في نفس ما بتعرفش تعرف أنه أنا هو طيب يبقى تمشى الواحدي بحط الماسك ما بقدرش أتنفس هتمشى الواحدي في مكان مفهوش كراودنس مفهوش زحام وشهو للماسك جزهة برضو ياخدها ويروح يمشيها في مكان طيب حاول جزهة ياخد ماشي يبقى ممارسة الرياضة ماشي طيب النوم النوم مهم جدا ست الحامل عارفة مفهوش تنام كم ساعة كم ساعة بقى تمانية بالليل واثنين أثناء النهار معقول أقول لا ده كله تمانية بالليل واثنين أثناء النهار يعني تمانية كابليل ثمان ساعات متواصلة متواصلة واثنين أثناء النهار دي دي بقى لو مش معاها بيبي تاني يعني أولايا هنرجع بقى هنتكلم بس ده يبقى موضوع حلقة تانية في حتة الكونتراسابشن اللي هي تنظيم الأسرة امتى العيانة دي يجيب عيل واثنين وثلاثة وامتى تريح سنتين أو تريح ثلاثة أو تريح خمسة هنقوله ده بقى بعد كده بس مع الكورونا فيه خلاص احنا حالان في وقت الكورونا فعايزين ندي المعلومات اللي هو ده حاول تناوع على قد ما تقدر أوحد يساعدها من أهلها رابع طيب احنا كده عملنا ايه زودنا الايه زودنا المناعة المناعة حلو خلاص ايه تاني لازم الست الحامل تحتاط في تحركتها يعني الست الحامل مش لازم تروح أفراح بصراحة طب ليه موغيرها يعني عشان ما ترقصي يعني موغيرها لا ما احنا التفالي مرة فاتر نقصي ما نلزا كنت هقول لا يعني يعني مهودك رابع انت قصدك عشان التجمع دلوقتي اه انت قصدك الفترة دي اه طبعا يعني ما تروحش حفلات عياد ميلاد ما تروحش أفراح ما تروحش عزة بلاش لمة الأسرة العيل أصلا ديديل وحديها برافو عليك لان هما كلهم برا وبيخرجوا رفو عليك تقولك لا دا أختي طب ما ها أختك عندها جوز وجوز الله أعلم جاب ايه من برا او ابنها جاب ايه فيش كلام ده صح يبقى نخلينا على أضيق الحدود اللي هو الأسرة اللي في البيت بلاش الاحساس الأمان الأسري في الوقت ده يعني حسي في التليفون بلاش في التجمعات احسن احسن ما يبقى غزبا عننا بعد كده صح يعني دلوقتي نعمله مزاجنا أحسن ما بعد كده هيبقى غزبا عننا وإحنا جربناه وغزبا عننا وكان فينا شاكل والناس متضايقة ونسب الطلاقة عالية وإحنا بس عندنا حاجة بصراحة غلط قوي يعني إحنا ماشينا عليها إن أول ما بنلاقي إن الدنيا هادية ما عرفش ليه إحنا كلنا بنيدي أمان ونبتدي الأعداد تزيد فنرقبها من بعيد كده لو إيه ده زاد النهاردة بس لسه في أمان وبعدين بكر أول الموضوع يتشعب خالص بنبتدي بقى تب ما أكمل أول بالضبط أنا أقول حريك حاجة بس طبعا بدون ذكر أساني يعني إحدى المولايات الشهيرة جدا الكبيرة جدا تمام اللي موجودة في بلدنا أنا دخلتها ولابس الماسك حلو وهما بره بيقصونا الحرارة فعلا وبيدخلونا وبيدخلوك بماسك وانس دخل ده أنا شفت منظر كلهم عليهم ماسك بالضبط أنا شفت منظر ده إحنا يعني عادنا الأجانب يعني المصريين بيقوا أول ما يخشوا بيقلوا الماسك أنا متعود على كده جوا اللي هو ماشينا عاد لقيت اتنين الأجانب ده خلوا رحوا عليهم الماسك قلت يا ربي يعني ما عادي في الماسك بك يعني لا ما أنا هقولك بقى ليه كده هما الأجانب بقى لهم الماسك ليه أكيد أنا هقولك عشان إحنا أكيد العالم كله بصراحة اتكلم عن إن إحنا أعدادنا كبيرة ما شاء الله وإن الدنيا فيه أمان عندنا فهم مدين بقى الأمان اللي هما سمعوه ده أكيد بصي بصي أيا كان عندنا حالات ولا ما عندناش عندنا بس خلاص عندنا حالات يبعنا عندنا كون عادينا الأجانب هنروح فنداني بالظلط يعني حتى استغربته جدا يعني بقاين فعلا في المؤلاء أبو سريم ماشيين بدون الماسك الماسك مهم جدا للستر حاملة لو هتنزلي هتجيبي حاجة من السوق هتشتري حاجة ومن غيرها أو الممكن تكون أصلا سيدة هي أصلا بتشتغل آه عاملة يعني زيت تبقى غزبا عنها فتخلي باله ولو طبيب آه ولأطباء صح يعني أكتر ناس دلوقتي مؤردين صح يعني مبارح بس كان خمس أطباء توفقهم الله يعني مبارح مبارح بس خمسة خمس أطباء كورونا خمسة كورونا ف يعني يعني إحنا دلوقتي في أي مرحلة يعني بتقدمت الموضوع بتغيزيد ولا لا هي مش بتعتي أنا هي أي مرحلة دي دي أكتر ناس يتكلموا فيها الناس المعنيين لا أكيد حالك دلوقتي أصلا دلوقتي يعني أكيد بترائب يعني لا إسأليني أوليني إحنا إحنا بنرتفع ولا زي ما إحنا ولا بنقل ما أنا أصدي في داع يعني النسبة أنا مش أصدي مراحل إحنا بنرتفع أو إحنا بنرتفع يعني في مرحلة النص ولا قربنا خوفهم خوفهم قلوهم آه أنا عايزك تعمل جدا بصي لو ما سمعناش الكلام كلنا هنقض في البنة بس دي أكتر يعني دي كلمة الصح اللي إحنا عايزين نقضي يععدونا غزبا عننا بص زي ما عدنا بليك دا غزبا عننا محدش بمزاجه هيوعد صح لكن هنقض غزبا عننا وهيبقى بقى يعني المرة دي هتبقى الدنيا مش حلوة لأن إحنا مرر فات كانت أول مرة ويعني وفي ناس واخدها لايتلي أو بنوعد نتجمع أنا وولادي ومراطي ومش عارف وعادي من نتفرج على التيفي وخلاص لكن المرة دي ما هو فيه باك هستوري فيها برضو حاجات مؤلدة آه خسائر وناس في شغلها وناس معها أطفال والاقتصاد صدما طبعا دي ما فيش فرام عليها يعني لازم بكون لنا نس معك نرجع تاني للسيدة الحال ما قلنا المسك مهم جدا زمان باتريأ على الستات أو قوي يعني مش هستات أي شخص اللي عنده وصواس قهري كل شوية يغسل إيدي دلوقتي خليكوا كلكوا عندك وصواس قهري خلي إيديك يببوش على طول أنت كستة حامل خلي إيديك يببوش حط ممكن معقمات على الإيد لو أنت بره تمام ده مهم جدا أنا عجبتني واحدة النهاردة قبي وانا نزلة من عمر عندي بأمانة بصراحة أنا بقولها شابو يعني مش تعرفني لأن أنا خدت بالي منها من بايد هي نزلة بالماسك عادي وأنا طبعا نزلة من غير ماسك صريحة أنت عرفني ما هي مفرحش أقولهم كيف دل بس ها نمشي بالماسك بس ها نمشي بالماسك وقليتها بقى عاملة إيه هي مش لبسة كلابز هي كلابز غلط على فكرة بص بقى هي مسكة منديل ده ستعلق الأسانسير وقاي وبعدين لسه باب العمارة كنت الصبح بدري بيتفتح فتحته برضو بمنديل وانت عدت رميته وصلعت واحدة هو ده صح هو ده صح أحسن ما الجلابز ببقى الجلابز بيديك يعني فولس سينسيشن أوف سيكيور يعني بيديك إحساس كاذب بالأمان صح لأن أنا أحط ممكن أعمل كده أو ممكن أعمل كده إذاية دي أنا نفسي كلكم تنسوا حتة دي دي طب لو شعرية جيت علي ما أنا هعمل إيه ما هو صح ماشي يعني لازم إيدينا إيدينا بصنا أنت بتتكلم شوفتي هو أنا بعض الفشعر لازم إيدينا تبقى دايما نظيفة عشان اللي أنت بتقوليه عشان دي أي واسح خلاص موضوع المنديل مهم جدا وقاية أكتر من الكلابز منديل وهي تبقى معيها قحول وقيدة في إيديها حلو الستاتة الحوامل برضو إحنا طب بيان دلوقتي بنديهم اللي أنت قلت عليه في الأول اللي هو العلاج لأننا نزود السيور بندي هل بس هل الكلام ده صح أو غلط مش أنا برضو أسأنا مش بتكلم إن هو علاج علاج هو بيبقى معروف بتاع الأطفال بتاع الأطفال بس هي واحدة ولا اثنين بس عشان بالمرة أخذ منك المعلومة واحدة صغانطوطة الحمرة دي اللي بتتقرق أشتاع أنا قطل لهم بحاول بس يعني هي اللي هتقدم أخذ بس الأهم من كل ده إنك تعاوزي على نفسك طيب حد عندك في البيت جاله دور بارد جاله إيه؟ دور بارد جزهة ممكن أنا نفسي تردي رد اللي أنا عايز أسمعها جزهة؟ لا مش بأي حد جزهة يا ولاد جاله دور بارد تعمل إيه؟ هي تعمل إيه؟ هي ك يعني كسبت بيت ما هو ده اللي أنا هقوله أصفيه مليون رد أصلي يعني أنا كان نفسي تقولي لي لأ برد إيه؟ مش هافعة تحبس نفسها نفسي كانت تقولي لي برد إيه في الوقت ده؟ ده أي حد عنده رشح أخوحها برد إيه في الوقت ده ما هو؟ كورونا لا طبعا أنا مش هقول ده لأن أنا عارفة هو ده وقت البرد برافة لا يعني لو حد في البيت جاله برد هقول ده برد عادي وخلاص واتعامل معادي ولا أقول لا ده كورونا وابتدي أخذ اقتراضي لا أنا شايف أن أي حد بيجيله برد ده كورونا بصراحة هو ده اللي أنا عايز أقول لغاية لما يزبط العكس بالضبط يبقى لأن لو جالي حد في البيت عندي من ولادي أو مراطي أو هي عندها جزهة وولادة جاله برد على طول ناخد الأكشن بتاع تعزل وهو في حتة وهم في حتة بس أنا بقى كنت بقول لك أن هي 6 بيت فهي لا تحرك هي تعمل أكل فمش ينفع هي تعزل نفسها لا ينفع يعني لازم يبقى التصرف بسرعة لو مثلا لو جوزها أو مامتها قاعدة معها تجري بسرعة تعمل تحيل مش لازم لازم يعني لازم طبعا لو الدنيا طورت أو فيه أعراض بتادي التبان أنا برضو مش هخوت في الأعراض لأن الأعراض دي كلنا عارفينها كل يوم بتكتب والناس كلها عارفة لكن لو جالها دور برد أولا فورا لازم تعزل نفسها حلو من غاية لما نشوف ده كورونا أنا مش كورونا طبعا أنا عايزة تخطى بسرعة لأني فاضل ديتين بسرعة عايزة تخطى قوليها هتخطى بقى بسرعة جالها كورونا لا قدر الله إيه الخطر على الجنين وإيه اللي تعمله بسرعة وهل هو ممكن يأثر طبعا جالها كورونا فورا هتتم عزلها وهتبتدي تاخده بروتوكولات اللي موجودة طب ازاي بقى وأصلا ده فيه العلاق أصلا ده اللي عندها برد ما هو أنا هقول ساعة ما تاخدش علاجها عشان هي حامل لا فيه أدوية بتتاخد للحوامل الدكاترة بتقول الناس عارفينها تمام وتتعزل في البيت في البيت إلا لو ابتدى يظهر عليها أعراض تنفسية أو أعراض في الأوعية دموية أوكي ابتدى يظهر عليها حاجة زي كده ساعتا هتروح المستشفى طب هل فيه خطورة عليها خطورة عند الست الحامل مش عايزة أخوفكم لا خوفنا أنا بحبك تخوف أكتر من الست اللي مش حامل إن احنا قلنا خطورة البيت عندها مناعة ضعيف عندها قابلية للتغل طبعا الجنين ما هو يعني أنا أنا خليت بالي من نفسي هل هو ممكن يتأثر قابليه بحاجة بسرعة أنا دلوقتي عندي بنيادم والبنيادم ده مخنوق ونسبة الأكسوجين في جسم قليلة أوكي البيبي اللي جوا ده يحصل له إيه؟ آه دي حاجة جالي جلطة البيبي اللي جوا يحصل له إيه؟ لا لا أنا مش قصدي لا أنا مش قصدي إن هي لو وصلت للتعب ده أنا قصدي أول ما الفيروس أيوة أول ما الفيروس يتنقل هي لسه الأعراض في البداية هل دي حاجة على طول متأثر بعض الشر تشوه بعض الشر حاجة في الرئة عنده كل ده إحنا لسه ما نعرفوش الكورونا إخبارها إيه مع جنة لأن ده جديد علينا بس أكيد بيأثر أكيد بيأثر أرجوكو لسه الأخير أنا أعرف إن البداية وقت خلاص صارت أرجوكو حافظوا على نفسوكو اليومين الجايين اليومين الجايين مش للحوام البسبق يعني أنا دلوقتي هنسي أنا دكتور نيسا كل الناس حافظ على نفسها أنا هنسي أنا دكتور نيسا وإن أنا دكتور عادي حافظوا على نفسوكو اليومين الجايين وحافظوا على نفسوك كل ما نخش في الشتاء أكتر وبلاش بلاش التجمعات بلاش الزحمة ومعما إن كانت أنا هنختم بس هقولها برضو معلش مهما إن كانت الجو برد وشتاء لازم يبقى فيه تنفذ شوية في الشقة نهوي الشقة شوية لا مش تكيف تكيف ايه لا فيه ناس يقولك انا بعمل التكيف مش عارف على انا عارفة هقولك انا بقى اصلي هو بيفلتر الجو لا كلام ده غلط لا يفلترنا احنا لا احنا ممكن نفتح الشباك شوية وندخل هوا بس ارجوكو حافظوا على نفسكو زودوا منعيكو كلوا كويس بلاش الوفركراودينج وربنا يسترها علينا وعليكم دكتور ميزن انا بشكر حضرتك ونورتنا كان العادة بمعلوماتك الجميلة اللذيذة يعني الناس بتحب فقرتك بجد بنشكر اصيص دكتور ميزن عبدالرقوف الزهري اصيص مساعد امراض النساء والعقم وانا كمان بشكركم شوفكم على الحلقة الجهة ان شاء الله على خير